يا أخي صلّ على النبي صلى الله عليه وسلم صلّ على النبي عليه الصلاة والسلام وش راح يضرك من тебе مديون من тебе مهموم ما أودك إن الله يغفر دنبك يا أخي أكثر من الصلاة عليك حديث أبو ذر لما قال كم أدع لك من صلاتي قال نصفها قال خير وإن زدت فهو خير لك قال ثلثيها قال خير وإن زدت فهو خير لك قال أدع لك صلاتي كلها كل وقت يحطه صلاة والسلام عليك قال إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفرك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوره جار يهودي وكان اليهودي يحاول أن يؤذي الرسول ولكن لا يستطيع خوفا من بطش أصحاب النبي فما كان أمامه إلا الليل والناس جميع النيام حيث كان يأخذ الشوك والقاذرات ويرمي بها عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولما يستيقظ رسولنا الكريم فيجد هذه القاذرات كان يضحك ويعرف أن الفاعل جاره اليهودي فكان يزيح القاذرات عن منزله ويعامله برحمة ورفق ولا يقابل إساءته بالإساءة لم يتوقف اليهودي عن عادته حتى جاءته حمى خبيثة فظل ملازما للفراش يعتصر ألما من الحمى حتى كادت توشك بموته وبينما كان اليهودي بداره سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدق الباب يستأذن في الدخول فأذن له اليهودي فدخل على جاره اليهودي وتمنى له الشفاء فسأل اليهودي الرسول وما أدراك يا محمد أني مريض فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له عدتك التي انقطعت ويقصد نبينا الكريم ما كان اليهودي يرمي به من قاذرات أمام بابه فبك اليهودي بكاء حارا من طيب أخلاق الرسول الكريم وتسامحه فنطق الشهادتين ودخل في الإسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم